بص يا برينس في البداية كده احنا نقول كلمة الحق سؤال بس سؤال بس العمو اوسوريو مدرب نادي الزمالك الجديد اوسوريو دوت يا برينس يعتبر هو عمل فترة اعداد وصيارة جدا مع الفريق يا برينس يعتبر النادي الزمالك مريح بقاله فترة ولما رجع ملعبش مسلا مطش جامد دلاب مطش في كاس مصر في فرقة درجة تانية ولكن الفرقة مع كل احترامنا فرقة دركوس لديت والابروس لديت فرقة محترمة وهي اللي نزلت وحجمت وهي اللي نزلت جاب الجون وهي كانت مسكا القورة وضغطت على نادي الزمالك وي 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 ونادي الزمالك مفيش رضية فعل حرفيا يعني ماشي ولكن بس اوسوريو دوت يعتبر يا عم اوسوريو انت مريح ماشي مريح بقالك فترة ومفروض عملت فترة اعداد ومفروض فهمت اللعيبة وفهمت التكتك وفهمت كل الليلة دي ولعيبة بقت ايه ماشي عالسيستم بتاعك ماشي النار ده بفرج عفيرة اتنية الزمالك انت انا قلت الزمالكوية كده قاعدين حطي الرجل على رجل وقال لك ايه بقى ده احنا نكسب المطش ده مستريح 3-4 مستريح 3-4 ايه ده الفرقة حرجت نادي الزمالك حرفيا الفرقة ضغطت على نادي الزمالك بشهرات سعوجومية انا احبت مصدوم يا جدعان ده فارك ودوت ولا بروس لده اتجبتوا من اين ده ولكن نادي الزمالك النهار ده عليها علامة استفهام كبيرة جدا واسوريو نفسه انا مش عارف اسوريو قالك ده مطش سهل تما نادي لسامسون ده سامسون ده نيسينية يا جدعان بادي بيه مواجم قالك تما نادي لابراهيم انا ضاي قالك مش عارف انت ابدل مين لابدل مين لغاية ما يعيني الوادي الناشي بتاع نادي الزمالك غلط غلطة كده في بداية المطش ولكن لعب بروس لدية جاب الجون يا برينس ما علينا يعني نادي الزمالك كسب 3-2 بعد ما وصل لوقت اضافي وقت اضافي انت متخيل نادي الزمالك وصل لوقت اضافي ده المطش جاي معالي اسماعيلي ماشي ولكن فرقة نادي الزمالك عليها علامة استفهام كبيرة جدا ماشي نادي الزمالك كان مفروض النهاردة يريع جمهوره بقى ويرجع بقى فاهم انت يكسب وانتصارات وشارصة هجومية وينزل ضاغط على المنافس وليه لو الزمباريتها ديه ماشي ارك الحوار ده كله على جامعة وهاتل التحكيم كان فيه بعض الاخطاء التحكمية وكان فيه ضرب الجزال الفريق يا برينس دروكس دوت يعني التحكيم انا مش عارف ليه ما فيش فارة والفار ده انا مش عارف وما عملوها عندنا في مصر عشان مطشاط ومطشاط انا مش فاك الفار موجود واساسي من اللعبة دلوقتي فخلاص بقى ادي لي البيت يعني ادي الفار ده لكل مطشاط ولكن كان فيه بعض الحتة التحكمية في المباراة على علامة استفام انا عارف عارف النغمة اللي الناس هتطلع لي بيها دلوقتي وهتقول لي ايه مطش الاهلي مطش الاهلي في الكاس السوبر انا عارف الناس دي ايه حلولك بقى ايه انت مش عارف مطش بيراميد ومش عارف مين ضرب مين ومن ضعمل مين ومش عارف ايه ايه يجتع علينا يعني انا بقول كلمة الحق انا بقول لك كلمة الحق وانا كلمت على موضوع مطش البيراميد زيه ولكن انا بكلمك في قصة ان فيه اخطاء تحكمية مستفزة مستفزة حرفيا يعني فرقة زي دي انا حسيت ان الفرقة دي ظلمت حسيت ان الفرقة دي ظلمت فرقة عاملة مجهو جبار فرقة مسكة كورة فرقة انا كنت حاس وانا بفرج عليها هي اللي تستحق التاهل ودور الستاشر مش نادي الزمالك يعني هي اللي تستحق التاهل ودور الستاشر مش نادي الزمالك لان فرقة لعبة وفرقة مقتلة وامكانياتها على قد ده مزاي نادي الزمالك لعبة نادي الزمالك كلهم بملايين ده دولة لعبة كلهم بلوفات يعني مش مبالغ الواو يعني تلاقي لعبة عشر تلاف وخمس واشر الف وعشر الف وعشر الف اما ده ابراهيم المضالي ده بياخد 100 مليون ولكن مبروك لنادي الزمالك ومبروك لجمهور نادي الزمالك على المكسب الصعب جدا جدا ده في الاخطاء التحكمية في المباراة ولكن ما علينا مبروك لاخوات الزمالكويل